رفعنا دعم القضائية لإبطال إجراءات أو قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم تسجيل الجمعية المطنية لمكافة التزالي والعريضة هذه تحتوي خصوصا على أنه وارتكزت على أن قرار وزارة الداخلية قرار يمس وخرج يخرج الدستور الجزائري وخاصة فيما يخص المادة ١٤٣ و٣٣ 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 وما كلهم مواد تمس على حرية تكوين الجمعيات والحق في الإنخراط في الجمعيات كذلك قرار وزارة الداخلية يخرج المواثيق الدولية التي وفقت ولا صادقت عليها الدولة الجزائرية مذكور كالمادة ٢٠ من أعلان عالبي لحقوق الإنسان المادة ٢٣ من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة ١٠ من المثاق الإخثريقي لحقوق الإنسان وكما تعلمون أن في الدستور الجزائري المادة ١١٢٢ ينصعنا أن المواثيق الدولية أسمى من القانون الجزائري كذلك قرار وزارة الداخلية خرط قانون مكافحة الفسد الذي جاء بها الرئيس الحالي في ٢٠٦ وخاصة المادة ١١١ في النقطة الأخيرة وخاصة المادة ٢٠٨ والمادة ٢٠٦ والمادة ٢٠٢ ٢٠٦ المتعلق بالجمعيات وخاصة فيما يخص المادة ٢٠٨ والمادة ٢٠ ٢٠ المادة ٢٠٠ الذي يقول وجوب أن ينقدمه وصل الإداء لما أي جمعية تقدم ملف الاعتمال وكذلك وجوب تسبيل ٢٠ ٢٠ ٢٠